مرحبا بكم أعزائي المشاهدين معكم أخوكم من وانفلسويد وبهالفيديو سأتكلم عن تطبيق تكلمت عنه من قبل من خلال سنابشات وهو تطبيق الوركفلو ولكن حاليا بعد ما شرته شركة أبل بداية هذه السنة وحطوه شيء أساسي واعلنوا عنه في نظام iOS 12 سموه تطبيق Shortcuts أو Siri Shortcuts هذا التطبيق راح يوفر عليك وايد ويخليك تسوي أشياء ما كنت ببالك أنه ممكن تسويها من خلال الجهاز دعوني أشرح لكم شوي عن التطبيق هذا التطبيق باختصار وهو عبارة عن مجموعة أوامر أو اختصارات أو أشياء أنت تسويها أو تبي تسويها تقدر من خلال تعاملك مع Siri أو أنت تقول حق Siri هي تسوي لك هذا كله فالحلو فيه أو الحلو بهذا التطبيق أن Siri ممكن تصير مساعد شخصي شخصي فعلا لك أنت على حسب الأوامر التي أنت تبي تسويها والأشياء التي تبي تسويها بجانب أن هذا التطبيق Shortcuts ما يقتصر على Siri والتعامل مع Siri ولكن في نواحي ثانية تقدر تتعامل مع كل التطبيقات وكل البرامج إذا كانت تدعم خدمة Shortcuts أو تطبيق Shortcuts ما بيطول عليكم خلونا ندخل ونشوف التطبيق وشلون نتعامل معه وشلون نقدر نستفيد من هذا التطبيق العظيم جدا على أجهزة iOS خلونا نشوف بداية سيكون لدينا تطبيق Shortcuts ستدخل على App Store إذا لم يكن موجود لديك ستنزل إذا كنت تنزل Workflow ستقوم بإمكانك تطبيق Shortcuts طبعا سيكون هذا الإيقون مالته أول ما تدخل ستجد فاضي ما ستجد شيء لديك وستدخل على Library أول شيء تدخل على Gallery من خلال Gallery تستطيع أن ترى وايد اختصارات موجودة تستفيد منها وتساعدك من خلال التطبيق فبداية عندنا Shortcuts for sharing فإذا تريد تشارك Location Reminder أو من خلال السوشال ميديا Instagram Grid إذا تريد تسوي تويت حق أغنية تقعد تسمعها في البلايلست Instagram Song Share Location حق تويتر في عندك أيضا اختصارات كثيرة Just for fun تقدر تنزل هذه الاختصارات لمجرد مثلا اسمك بإيموجي أو الطريقة هذه ففي اختصارات وايد وايد حلوة قبل لا ندخل على هذا ونشوف خلونا نفهم باختصار شنو هو أو نشوف طريقة تعاملنا مع تطبيق Shortcuts بداية مثل ما قلت لكم أول ما تدخل على Library راح تلقى فاضي عندك راح يكون في عندك العيقونة هذه أو الزر هذا اللي فوق علامة الزائد إذا ضغطت عليها راح تطلع لك هذه الصفحة إذا أنت كنت تبي تسوي Shortcuts خاص فيك فأول شيء الحين ما راح ناخذ أو نتكلم عن طريقة تصميم الشورت كتس خلونا نتكلم عن شلون تضيف الشورت كتس اللي موجودة وتقدر تستفيد منهم عشان تتعود على طريقة عمل هذا البرنامج وتقدر من بعدها أنت تسوي Shortcuts الخاصة فيه فعلى سبيل المثال إذا راحنا إلى قسم Photography وضغطنا على See All راح تطلع لنا هذه الشورت كتس طبعا أنا قاعد أستعرض على الآيباد عشان الشاشة تكون أكبر واضحة لكم ولكن نفس الشيء موجود على سواء الآيفون أو الآيباد فإذا شايفين الحين بالفوتوغرافي فيه عندنا أكثر من Shortcuts موجودة بالجلوري فعلى سبيل المثال لو بنشوف عندنا AirDrop Screenshot هذا الشورت كتس أول ما تضغط عليه راح يطلع لك شنو هذا يسوي لك فـ Send the latest shortcut to your another device بها AirDrop فبدال أن أنت تصور بعدين تدخل على الفوتوز وترسل هذه إلى جهاز ثاني وتشغل مجرد أن أنت تأخذ سكرينشوت وتشغل الشورت كتس راح يرسلها فعلى سبيل المثال نزل هذا Get shortcuts الآن نضاف عندنا باللايبراري اللي علينا نسوي على سبيل المثال الآن فتحنا جهازنا هذا الجهاز الثاني فتحناه دعونا نأخذ سكرينشوت بعدها نفتح سكرينشوت ونذهب على Share سنجد شورت كتس موجودة بالشير شيت هنا إذا لم تظهر عندك تستطيع تذهب على More وتفعلها من خلال الإعدادات هنا تضغط على Shortcut سيظهر لك الشورت كتس اللي موجودين عندك تستخدمهم ونبي هذا الـ AirDrop Screenshot سيشغل عندك تختار الـ AirDrop اللي أنت تبيه وتضغط ويرسلها إلى جهازك الثاني فمجرد أنك تختار سيارسلها على طول هذه طريقة استخدام مثلا هذا الشورت كتس دعونا الآن نشوف بالغالري مثل ما نرى هناك وايد أوامر موجودة عندنا شغلة ثانية سأقول لكم على هذين الموجودين الآن دعونا نشوف إذا نبي نزل شورت كتس موجود من مكان ثاني أو أحد يجزلك شورت كتس سيكون عن طريق مثلا رابط على iCloud مجرد أنك تضغط عليه Get Shortcut سينزل عندك باللايبري وأنا إن شاء الله سأشارك أغلب الشورت كتس هذه الموجودة عندي سأشاركها من خلال أكاونتي بتويتر أو أنه ممكن نسوي فيديوهات مستقبلية إذا أعجبكم الموضوع شلون ممكن نسوي شورت كتس أو اختصارات معينة فالحين راح نشوف شلون نسوي شورت كتس ونقدر نتعامل مع الأوامر اللي موجودة عندنا فخلونا في البداية ننزل تحت فراح يطلع لنا هذي Create Shortcut أو تضغط على الزائد اللي موجود عندك فوق فراح نضغط على Create Shortcut راح تطلع لنا هذي الصفحة على اليسار طبعا بالآيباد بالآيفون راح يطلع لك من تحت خلونا نشوف راح تطلع لك بهالصورة فبالآيفون راح يكون من تحت تسحب اللي فوق وبالآيفاد راح يطلع لك فهني راح يطلع لك أوامر معينة ايه هي مثلا الأكثر أو المقترحات تكون تقريبا على حسب الاستخدام زائد في منها أشياء تكون بالسيري سجيسشن خلونا الحين مثلا نشوف لونا بنسوي شورت كت ان مجرد ان انا اطلع من دوامي أو من المكان اللي انا فيه مجرد ان انا اقول حق سيري مثلا going home أو رد البيت اللي تسوي انه تدش على المابس وتحط لي الديركشن مالي للبيت فاشلون ممكن ان انا اسوي هذا شي بدون ما ادخل على سيري واكتب العنوان ويوصلنيها اللي راح نسوي بالسيرج بداية راح نحط او نكتب كلمة location ليش؟ لان راح ناخد get current location او انه تاخذ الموقع الحالي اللي انا موجود فيه فمجرد ان انت تسحب وتحطه بالامر هنا مثل ما احنا شايفين هذا اول امر والاوامر T متتالية فكل امر يبدي وياخذ الامر اللي بعده فالحين احنا خذينا اول شيء اللي هو get current location ان نحدد موقعي الحالي بعدها ابي احط العنوان اللي انا ابي اروح له فاكتب مثلا او من خلال تطبيق المابس اكتب مابس راح يطلع لي كل الاشياء اللي ممكن استخدمها من خلال الخرائط فنبي مثلا street address ناخذها ونحطها بعدها اللي راح نسويه بالعنوان الاول راح نحط street 2 مثلا بعدها بال city نحط المدينة بعدها نختار الدولة ونكتب الدولة اوكي الحين شذي خذيت مكاني الحالي حطيت العنوان اللي انا ابي اروح له الحين ابي direction ابي هني في عندنا show direction فناخذ هذه ونحطها بعدها show direction او يعني ورني الاتجاه او الملاحة سوليها راح يعطيك عدة اختيارات ففي عندك المابس وفي عندك جوجل مابس زائد اذا في عندك تطبيقات زيادة انت قاعد تستخدمها مثلا ويز يطلعون لك وتقدر تختار التطبيق اللي تبي يشتغل فيه الخرايض فانا راح اختار جوجل مابس لانه فيه direction تحتها هني راح يطلع لك المود driving walking biking او transit راح اختار driving بجذي انا سويت short cut هذا الشورت كتس اللي موجود عندي اضغط play عشان اشوف شلون راح يشتغل فالحين هو راح يحدد موقعي الحال اللي انا موجود فيه بعدها راح يحط العنوان ويوريني direction او الخط اللي انا راح اوصل فيه للبيت ففتح لي تطبيق المابس الحين حط لي direction اللي عليك تقدر تختار اي واحد انت تبي فخمسة وعشرين دقيقة على ما اوصل تضغط على start راح يشتغل معاك ويشتغل direction بجذي انا سويت short cut تبي تضيف اضافات مثلا بعد ما تسوي هذا الشورت كت مثلا قبلها او بعد هذا تقدر تنقل بينهم مجرد ان انت تضغط وتحرك وين انت تبي تسوي هذا الشيء تقدر تزيد وتضيف اشياء ثانية موجودة عندك الحين هذا شورت كت سوينا ما بأدخل كل مرة على تطبيق الشورت كت واضغط عليه وسويت شديد فشلون ممكن نتعامل مع هذا الشورت كت اللي سوينا هذي الزر اللي موجودة هني او الاثنين هذي تضغط على اول واحد هني راح تسمي الشورت كت فهذا الشورت كت سمي going home ثاني اختيار تختار اللون حق الايطونة اللي انت تبيها تختار الشكل اللي انت تبيه مثلا وتبي الهوم سكرين take photo او select photo بالنسبة حق الهوم سكرين اخترنا الايطونة في عندنا هني add to Siri هذي هني عشان تكلم سيري وتفعل لك الشورت كت فمجرد ان انت تضغط add to Siri تضغط على هذي وتسجل الكلمة مثلا going home سجلت الكلمة اللي انت تبيها تضغط على done تسجلت وتفعلت show in widget فعندنا ان انت تبين او تطلع هذا الشورت كت بالوجت وفي عندنا هني show in share sheet اللي هو بالشيط اللي موجود عندنا ايضا ابي اشغله ولا تبيت وقفه هني لما تشغله راح يطلع لك accepted type anything او باماكن معينة تقدر تحددها فانا ما بيطلع بالshare sheet ايضا تقدر تحطه على الهوم سكرين فمجرد ان انت تضغط عليه تضغط على add to home screen راح تضغط على هذي تروح هني add to home screen add راح يصير ايقونة عندك على الجهاز فما لا داعي حتى تكلم سيري صار عندك كأنه برنامج تضغط عليه راح يشغلك الشورت كات اللي انت سويته فهذه واحدة من الطرق في عندنا طريقة ثانية ان انت تكلم سيري going home فمجرد تقول going home الكلمة اللي سجلتها راح يشغلك الشورت كات open راح يطلع لك الشورت كات ويشتغل معاك مثل ما احنا شايفين هذا احد الشورت كات اللي موجودة تطلعها بالوجتس راح يكون من خلال الوجت هني تبي يطلع ولا لا هذا اللي سوينا توا فعندك اكثر من مكان تقدر تتعامل مع الشورت كاتس اما تدخل على التطبيق اما ان انت تدخل على الوجت اما ان انت تدخل على الشير شيت من خلال التطبيقات هذي راح يكون موجود عندك هني او ان انت تضع على الهوم سكرين زائد ان انت تكلم سيري فهذه طريقة شلون اذا انت بتسوي شورت كات طيب خلونا الحين نشوف شوي أبليكيشن في اوامر اكثر في اشياء اكثر نفس اللي قلت لكم عنها اللي انا مسويه اللي هو مثلا السليب تايم فالشورت كات هذا لو بندخل عليه راح نلاقي انه في عدة اوامر موجودة عندنا على سبيل المثال في عندنا اول شي انا احاط ست تايمر فراح يكون في عندنا 45 دقيقة البرايتنس احطها اقل شي الفوليوم ابي يكون هنا البلايلست مجرد ان انت تضغط وتختار البلايلست اللي تبيه بعدها بلاي ميوزيك اذا تبي شوفل او لا او اذا تبي تعيد او ما تبي تعيد الاغاني او الاشياء او الملفات اللي انت حاطها زائد ابي فعلي دونات دستيرب دونات دستيرب هنا في عندك اكثر من طريقة تبي لغاية ما انت توقفه لغاية ما ينتهي وكت معين لغاية ما انه اطلع من مكان معين او او افنت ينتهي او اسك وين رن الحين انا سويت شورتكات هذا اضغط done مجرد ان انا اضغط عليه راح يشتغل الشورتكات فملاحظين الفوليوم نزل والاضاءة نزلت الشورتكات الحين راح يسألني شنو تبي او متى راح تبي يشتغل معاك ابي مثلا turn off الميوزيك اشتغلت مثل ما احنا سعمعين نوقفها راح نزيد على الاضاءة عشان نكون واضح عندنا ندخل على التايمر راح نلاقي شغال راح نوقفه فبهالشكل اشتغل معانا الشورتكات فهذا الاختصار وايد وايد حلو مفيد في عندنا شورتكات شوي معقدة وتحتاج مثل ما قلنا الى خبرة فعلى سبيل المثال عندنا هذا الشورتكات مثلا حق انك تسوي فريم حق السكرينشوت على شكل الايفون فلو نلاحظ راح نشوف انه في عندنا اوامر كثيرة وتحتاج الى ناس عندها شوي خبرة بالتعامل مع هذا التطبيق كل ما تنزل الشورتكات ويكونون موجودين عندك تقدر تدخل على كل الشورتكات وتعدل عليه وتخليه شخصي بالنسبة لك مو مثل ما انت منزله فمثلا لو الحين انا بجزلكم هذا السليب تايم تقدرون انتو تغيرون اللي انتو تابونه بداية لا تتعمقون بهذا الموضوع اخذوا الشورتكات مثل ما هي ولكن دير بالك من وين تاخذ الشورتكات لان ممكن في ناس راح يسوي لكم شورتكات عشان ياخذون بيانات معينة من عندكم فدير بالك من وين راح تنزل الشورتكات واخذ الشورتكات من اماكن موثوقة وانت تثق فيها ومن ناس تثق فيهم ومثل ما قلت لكم خلال الفترة الياي ان شاء الله راح اشارك وايد كل الشورتكات هذين اللي موجودين عندي راح اشارك لكم وياهم راح ادزلكهم وحطهم بتويتر زائد راح احطهم بالبلوغ فتقدرون تدخلون وتنزلون الشورتكات هذين اللي موجودين عندي وان شاء الله اذا كان في شورتكات يدد او اشياء يديدة انزلت اقدر ان شاء الله اشارككم فيها من خلال حساباتي بالسوشال ميديا مثل ما هنبين عندكم واذا عندكم اي سؤال او استفسار ممكن ان ان شاء الله اساعدكم اذا سألتوني بتويتر او سنابشات وخلونا نشوف اذا عندكم شورتكات انتو قاعد تستخدمونها مو موجودة عندنا تقدرون تشاركونها ونقدر نوسع دائرة المشاركة من خلال هذا التطبيق الجميل جدا جدا في ناس وايد قاعد يستخدمونها حق الهوم ابلايانسز مثلا السمارت هوم اللي موجودة عندهم تقدر ايضا تستخدمها مشكلة هذا التطبيق حاليا ان لازم التطبيقات تدعم هذا الشي اوامر وايد بالسيستم اللي الحين مو موجودة ما فيها دعم كبير مثلا اذا تبي تغير شبكة الواي فاي مو تشغلها وتلف فيها تبي تغير الشبكة هذا الشي مو موجود فنتأمل ان شاء الله في المستقبل انه ياخذ صلاحيات اكثر انا على سبيل المثال كنت ابي مثلا اسوي سيرتش على شغلة معينة ما كنت اقدر لان ما في هذا الشي موجود كنت ابي اسوي شورتكت ان مجرد ان انا اكتب الرقم الرقم هذا يتخزن بالكونتاكت ويسوي لي كونتاكت يديد ما لا داعي ادخل واسوي كونتاكت هذا الشي ايضا مو موجود فنتمنى يكون في صلاحيات اكثر في المستقبل وبس اتمنى يكون هذا الفيديو شوي عطاكم خبرة او فكرة عن تطبيق الشورتكت وشلون تتعاملون معه ومثل ما قلت لكم راح اشارك لكم كل الشورتكت اللي موجودة عندي وراح اشرح لكم كل واحد عن طريق سناب مثلا او بل بلوغ راح اشرحه ويعطيكم العافية لا تنسون تسوي سبسكرايب على الشانل عشان توصلكم فيديوهاتنا اول بول وتفعلون جرس التنبيه زائد لايك على الفيديوهات اذا اعجبتكم ويعطيكم الف عافية ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الهائية سينلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة